معاناة يتصل بعضها ببعض وتخلف يضرب أطنابه في كل مفاصل الحياة في العراق ثروات طائلة وميزانيات انفجارية ما تزال عاجزة عن تبلغ شارع تدوسه يوميا أقدام صغار ينتظر منهم أن يكونوا ضمانة المستقبل في قرية خزاعة تابعة لناحية السنية بمحافظة القادسية يجبر الطلبة على الجلوس في بيوتهم لأيام بعد كل زخات مطر تتساقط هناك فالطريق إلى المدرسة يتحول في هذه القرية النائية إلى مستنقع لا يخرج منه التلاميذ الصغار إلا وقد توحلت أقدامهم وتحولوا إلى أسوأ حال طبعا معاناة الطلاب أيام المطر هي معاناة مزرية إذا طلعوا وإذا طلعوا داوموا وإذا ما قعدوا ثلاث يام ويومين بالبيت الحد ما يكملوا الطريق وينشفوا ويجون إذا أجوا أيام المطر خطية يتبهذلون الملابس أطيان ووضعيتهم أطيان خطية مدير المدرسة خاصة بعض المدرسة مع المعاون مع المدرسين سياراتهم تبقى بعيدة عن المدرسة وخطية تكرمون ينزعون حتى أحذيتهم ويجون حفاي وأصلا يتبهذلون البطين حالة الانزلاق في مستنقعة الطريق إلى المدرسة أكثر من أن تعد ومن لم تغيبه الأمطار عن الدوام غيبه المرض الناجم عن السقوط في تلك الوحول أهالي القلية أكدوا أنهم ناشدوا الجهات المعنية مراراً لكن شكواهم لم تجد أذناً صاغية لا عند مديرية ناحية السنية ولا في مجلس محافظة القادسية هذه القلية من كوبا من كل مسؤولين المحافظة ومجلس محافظة ديوانية ومجلس محافظة السنية ونحمل مسؤولية مدير ناحية السنية لا يطلع ولا يبوع هذه القلية وهذه الطلاب متبهذلة بالماء والشتاء هذا كله لا يوجد دراسة في عدن أبد هذا الشتاء لا يوجد دراسة يوم التبطر نظر أربعة يام خمسة يام نحن مستنقعات وصخيح وأذة الطفال وحتى صارت أصابة عندنا من هذه المدرسة والمدرسة نفس المدرسة مضايقة بها طلاب كثيرة بالصفوف وتعاني من الرحلات لا توجد صفوف ثانية وطلبنا مرة ثلاثة للمسؤولين للمنطقة وما أحد نفذلنا هذا الطلب لم يكتفي المسؤولون في العراق بأزمات التعليم التي تتعلق بتغيير المناهج والنقصان الكبير في أبنية المدارس وأثاثها ليضيف لها أزمة إهمال الطرق المؤدي إلى المدارس لكي تكتمل فصول مأساة التعليم الذي وصل إلى مراحل مزرية تهدد مستقبل أجيال بأكملها